ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروط وفي الغروب نوره يهدي العصار ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروط وفي الغروب نوره يهدي العصار ربنا الهاتي الودود فضله ملء الوجود عفوه مشاهدين الأفاضل سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم الرمضاني أسرار قرآنية دائما مع فضيلة الدكتور تفيق ملزي دكتور في الصيدلة باحث علمي في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن أيها الأحبة لنبحر معا ونعيش معا في هذه الليلة المباركة ونتوقف عند آية من سورة طاها الآية رقم خمسين والتي جاءت في حوار بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون مصر قال له فرعون ومن ربكما يا موسى فرد عليه موسى عليه السلام بهذا الكلام المعجز قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا صدق الله العظيم فضيلة الدكتور لما نتمعنو في هذه الآية الكريمة نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق كل الخلق من إنسان حيوان نبات وقدمنا كل حاجة نحتاجوها وعلمنا واش الحاجة اللي ضرنا واش الحاجة اللي تنفعنا دكتور من خلال هذه الآية الكريمة ما هي أوجه الإعجاز العلمي فيها وبداية بالإنسان تفضل دكتور أعوذ بالله مش طراجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم على سيد الخلقين محمدين وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا صلاة السلام اللهم معلمنا ما ينفعنا وفعلنا بما أعلمتنا وزنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيك أعني أنكم ندر لها حلقات وحلقات من نقدر الشعن نعطلها البعد التحام أعني أن كل القرآن عنده الأخير ولكن هذا جاء في الأختصاص سعنا في فيزيوجيا وبيولوجيا يعني كل شي نشوفها في الخرقة رب العالمين وعلى آله إلا وهذه الآية الجينية في الصورة وربما دكتور هذه الآية لها وقعة خاصة بالنسبة لقلوب الإنسان المؤمن بارك الله فيك يعني أكثر من الشيء هذا تشوفي بهذا الحوار ما قالوش محمد عليه الصلاة والسلام مع رب العالمين وعلى آله وما أدراك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبار وواقعة صرات من الشيء في العهد يعني الصرات في عهد سيدنا موسى عليه السلام تعرف بلي رب العالمين وعطى له قصص تعلي قبله وهي فيها عبرة أكثر من الشيء هذا لو كان محمد عليه الصلاة والسلام ما جاش نبي يعني لو كان ما جاش نبي ميحكيش على الرجال اللي من قبله باش هو يبان ويتظهر غيره وراء عظمة تعالوا وهذا دليل على النبوة أن محمد عليه الصلاة والسلام الأنبياء اللي قبله هم أخوتوا وهي رسالة واحدة وهي آية واحدة ولكن رب العالمين وعلى الله كان لجرها على لسان أنبياء من قبله نعمل بكل الأنبياء نعم 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 إذن قال حكم وقال مواعظ قال مواعجزة للصلاة الأنبياء خليها يا رب يسمحة لها عبرة لنا إذن قال من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء إن خرقتهما هذا وش معنا يعني يا رب يسمحة له تعالى ما خلقش كائن ولا اثنين ما خلقش شي ولا اثنين خلق المليارات كل اللي يشوفوها وكل اللي ما يشوفوهاش كالبكتيريا كالفيروسات كالفطريات كالهذا النجوم كهذه كما نقول حيوانات مليارات مليارات ولكن احنا في الفيزيولوجيا نحكو على الطيب ما لقيناش حيوان يتشبه حيوان واحد أخر ما لقيناش نبات يتشبه نبات واحد أخر ما لقيناش يعني كما نقول احنا حاجة فيزيولوجية إلا وهي يا رب سبحانه وتعالى أعطى لها الشيء اللي يخلق من أجلها فالإنسان هو أكرم الإنسان اللي يكرمه يا رب أحسن يعني يقب الخلوق هو الإنسان اللي يكرمه بحيط لها باركرافيك دعوا وشكين في الوجود ربي صخروا لهذا الإنسان الحيوانات الشجر النبات الكون هذا قاعدتك الكون نحن نشوفه بالحجر بلق سماوات أقمر لا دخله في الفيزيولوجية الإنسان دخله في تكرمتها الإنسان يحافظوه على الحرارة نحن لو كان نحكمه كليماتيزور بركة يعني مبرد هوائي ولا حاجة ما يقدرش يلحق شو فيه يعني حجم تعالأرض وعندها درجة الحرارة ارتحاب بينه سبحان الله يعني شكون اللي يخلي هذا كلوزون ولا هذيك الطبقة تحمي الإنسان من بلودة المفرطة ولا من حرارة مفرطة إذن ربي سبحانه وتعالى خلق هذا الجو بيش يناسب الفيزيولوجية على الإنسان هذه بدرجة الحرارة مؤينة حتى الضغط بالضغط حتى الرطوبة مخلوقة لإنسان سبحان الله هذا التوازن ما روش سهل لو كان السمش وللأرض تبتعد على بعضها بعض يروح قاعد التوازن يختل التوازن في الرطوبة في الحرارة في الجاذبية خطر الجاذبية كان ناسي يقول لك هذا كما عندها حتى دور ولكن عندها دور فعال في الفيزيولوجيا إذن دعلك تشوفوا فيها قاعدتك ربي سبحانه أعطاله قوانين طبيعية أعطاله قوانين فيزيولوجيا ما يعرفوه إذا كان الإنسان من الجهل تعلن ولا يحطونه بشين معلمه إلا بما شاء وسعى كرسيه السماوة والأرض هذه العظمة ربي سبحانه وتعالى ومقوط لي ربي سبحانه وتكرم الإنسان هذه الأشياء تسخرها لوليها الحيوانة تسخرها للينا يعني شوفوا البقرة ربي سبحانه وتعالى كيف خلقها كان يقدر أعطالها شوية بحيدة بطرداغية وليدها ولكن ربي سبحانه وتعالى خلق البقرة تخدم مع لي هوليدها وتخدم الإنسان وفيها الفائدة للعمل وفيها الفائدة بناكلها يعني ربي سبحانه وتعالى أعطالها فيزيولوجيا تحى بايش تاكل بالنبات نبات وكي النبات اللي يكلوا الأنعم ويكلوا الإنسان ولهذا أنا نقول بالله حكي الشجر كالنباتات حتى الحيوانات رب سبحانه الله صخر الإنسان الجمل أفلا ينظرونا إلى الإي بي لكيفها خلقت الجمل يشرب 300 ريتلا سبحان الله في 26 دقائق اللسان التاعه يعني قد ما تجي ببومبة باش تصرط الماء في هذا يعني في الإنسان ما قدروش العلم قاع بإسراء ولكن رب سبحانه الله طاله ذلك الطاقة وعلاش خطرا يسفين الصحراء يقدر يعيش في الحرارة هذيك ما كانش الإنسان ولا ما كانش الحيوانة خطروا علاش يصاروا ينشف بصح الجمل يقدر يعيش حتى شهر بهذه الحرارة وبهذه الطاقة يتحول المتاوين يتحول إلى دهون هذه العظمة عربي سبحانه الله سبحانه الله من بعد تلك هذا قاوة لاش خطر رب سبحانه الله بيدل هلو سفينته في الأرض ومن بعد تلك يلقاها بها يأكل منه ويلقاها كدواء وشيفاء نعرفه بلي الإبل حليب تاو الأبوال تاو هو شيفاء الناس رب سبحانه الله تاو وش أطالوا أطالوا طبيعة تاو أطالوا فيزيوجة تاو أطالوا حتى النبات ليكل منها ونشوفوا حتى النحل وما أدركها من النحل عظمة رب سبحانه الله قاعدك الحيوانات الغاية تتحول البراس تحا كان الناس يخافوه رغم أننا في الطب النبوي كان بعض الفضلات حيوانات لي فيها شيفاء ما وش موضوع تاونا تقولوا كيف هي الفضلات يعني فيها حاجة عجب إذن النحلة تاكل من نوارة والبقرة تاكل من نوارة والجبل يأكل من نوار حيوان كثيرا ولكن النحلة رب سبحانه الله صخر الهجل على مصنع نتحدى أي إنسان نعطي له النوارة يخرج لهم العسل يخل العلم يقول له يتطور عنده قائل إمكانية عنده قائل ثقافة عنده قائل مخابر نعطي لهم سبحان الله حتى النحلة لو كان نعطي له السكر ما يخرج حسد الصافي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا والإنسان أكبر معجزة نعم من الخلق التاعه يعني لو كان نبدأ من لي بدأ الإنسان في بطن أم تاعه تلدقى تمقاء المعجزة الكبيرة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا إيمان الإنسان في البطن تاع الأم واش عنده عنده المشيمة مشيمة يعني لو كان الإنسان يخلق صدفة كان يخلق إما ذكر وإما أنثى صدفة ومبعج يتطور شحال بقال وإحنا الإنسان ما تطورش إذن ربي سبحانه وتعالى خلق آدم وخلق منه حواء حواء واش عندها عندها هذا كما نقول لها الوالدة الوالدة وشنوك فيها مشيمة يجب أن نعرفوا باللي مشيمة هذه آية من آية ربي سبحانه وتعلى تعقب الماكلة وتعاود تدير فضلة تعطفال صغير سبحان الله إذن عندها تلعب الدور تعال كيلة وتعاب الدور هي الفوم وهي المعيدة تعال أخيم وتعقب غير حالة صالحة للطفل الصغير اللي يكون في آلة الأحشاء نعم برك الله فيك إذن يدي الأكسجان يدي الأكولات ويعود يلوح الفضلات وين بها الفضلات تطروح مع الفضلات تعال الأم يعني تشوف العظمة ربي سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء إن خلقه ثم هذا إذن المشيمة هذه والرحم هو في القرار مكين إذن ربي سبحانه وتعالى تشوف المكان يطاوله كان يقدر يخلقها هنا في الظهر ما تقدر قد موله يخلقها هنا في الجنب كيف كيف ما تقدر تمشي ولا حاجة خلقها في قرار مكين حتى الوضع تعالوا أعطالوا المخرج تعالوا الآمن حتى سبحان الله نقول إحنا بعض العلماء قالوا كيفاش الأم ما ترفضش وليدها جهاز المناعة تعال الأم ما راحش كما نقول إحنا يحطم الطفل خطأها في الطبيعة تعالإنسان أن الطفل عنده شفرة تعبابا إذن من المنطق من المنطق أن الأم لو كان يحطوا لها طفل يجب ترفضوا ولكن المشيمة تدير حاجز مناعي باش الأم ما تحطمش طفل تحار وجهاز المناعة تعالى تحطمش كاملا يخرج من كرش تعالى وعلاش ثانية باب يحطمش الجهاز المناعة من تعالى وباب يحطمش تعالى سبحان الله ولهذا نقوله الذي أعطى كل شيء خلقها ثم هذا إذن خلّى الطفل يخرج من الأحشاء تعيما يخرج من الوالدة تعيما باش يكملوا جهاز المناعة تارك الله فيك وحتى المشيمة تطرح يجب أن نعرف بالله المشيمة البقى بعد الولادة لو كان تبقى فيها يضي لها أضرار كثيرة شوفوا سبحان الله كي كون طفل ما عندي حتى مشكل بصح بعد الولادة لو كان تبقى بعد يوم يوم منها يبدأ يضي لأضرار وتعفن في الرحمة على المرأة أعطى كل شيء خلقهم هذا يعني عنده الدور بعد الدور يجب أن يخرج إذن نحن جهاز المناعة لخير ناقعتك ومن ثم نطلقنا في علاج بعض الأمراض المصاصية ومنها السراطان ثم عرفنا بالخالية السراطانية عندها تلعب نفس الدور كما الواحد يكون في بطن الأم وعلاش خطر تستعمل نفس جهاز المناعة تحمي نفسها وكأنها أعضو من الأعضاء ربما تعال الأم بارك الله خطر وعلاش تفرص غير أنها يبدأ ينشع تابعني مليحة مع الأول وش يدير يبدأ كان خالية واحدة وش فيها مليارات تعال المعلومات عندها الشعار كيف ينخدم شعار تاع الشفرين واحد تاع الشعار واحد تاع طفرتي كيف ينخدم العظامات كل أغمة كل أعظام تاع الإنسان عنده الخصوصية تعال في مستقبل الشبك تعال 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 قلب الواريد حتى الأعضالات تعال قلب وتاع المائدة ومش كيف عندها المعلومات قائتك وعندها الخدامة قائتك وعندها الانظيمات وعندها رومون اتحام بالصح تستعمل هذا في وقت معين تبدأ تخدم في المائدة ومبعد القلب ومبعد أمع ومبعد تخدم ومبعد ثم إذن ربي سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هذا إذن هذه الخالية تبدأ تنقص بثنين ومن بعد أربعة ومن بعد أخرين أحسن تقويم نعم أحسن تقويم بارك الله فيك ومن بعد وش تدي؟ تولي علاقة تعلق تولي تدي مرحم مع الأول تستعمل المخزون تحها شوف العظمة تعالى الخالية عندها مخزون شوف الفترة اللي بتولي علاقة تعلق بتبدأ تدي المأكلات والتربية الفاضلات تحاوين في الجسم الإنسان في الجسم المرأة وفي الجسم المرأة لو كان ربي ما يعطي لها بعض الهرمونات في الحمل التحام وش رح يصرها رح يصر تسمهم إذن حتى جسم المرأة هو مهيئ في الحمل بيستقبل وإشنهم؟ يستقبل الفاضلات التعالى الولد ويعطي له الولد الحاجة التي تعهم من الكانسيوم من المانيزيوم من السكريات بالدهون بيخدم لفسه سبحان الله الشيء اللي احنا جعلنا للغربة قاعدتك هي حتى الدورة الدموية الدورة الدموية من تاع الطفل الصغير محلقة مع الدورة الدموية تاع الأم عند الولد فقط اللي رح ينغلق باش يقولي البوطيل الأيمن واحده والبوطيل الأخرين يعني الدم اللي فيه الأكسيجين واحده والدم اللي فيها السي او دو واحده سبحان الله أما كيكون في البطن تاع يمو يقولي كيشو العضو من الأعضاء تاع الأم الدورة الدموية داعت تمشوا سبحان الله عنده الأكسيجين يستعمله ويلوح السي او دو رغم أنه لا 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 يكون شيء يخدم ويش يستعمل؟ يستعمل جهاز تنفسي تاع الأم تاعه سبحان الله إذا هذا هو الذي أعطى كل شيء خلقه همهدا وكان أصار كبيرة ما نبغيش أن نخلي ناس بشوقين إن شاء الله باك نحكوا على خلق الإنسان نحكوا على جوانب البتحة هذا الإنسان البرق لو كان روحنا للحيوانات تكلمنا على الجمل تكلمنا على النحلم تكلمنا على النمعوضة تكلمنا على النموسة تكلمنا حتى نتكلمو على حتى الدبل الدبل القطبي اللي عيش في الجليد بارك الله فيك لوس بولا سبحان الله ربي سبحانه وتعالى وزلم دلوا باللي كان فترة من الفتارات كالشمس ما تكونش مع المقدار تاع الأرض وش يدير يروح يعتازل يدخل الروح ودخل الثلج يبقى 4 أشهر حتى 6 شهر بدون ماكله بدون شراب هو راقد دكتور راقد باركة راقد وش يدير يأكل من المخزون تاعه ربي سبحانه وتعالى هيألو هيألو المخزون تاعه من الدهون وعلاش بيعيش في هذه المرحلة بل ربي سبحانه وتعالى جعله طبقة انتع الدهون باش كيعهم دخل المغ الجامد البارد هذا كميصروا حتى حاجة حوالا نحن نعيفوها كما الفاره ولا حاجة من هي لا يتنقلنا كثير من أشياء وربما دكتور كذلك نتحط على الحيوانات المكروهة أو المحرمة صح التعبير الخنزية دكتور أكرمكم الله بارك الله فيك الانسان ربما يقول لك ما احنا ربي يحرمو علينا على خلقه ربما فيه فائدة كذلك بارك الله فيك مكيش حاجة شوف هذه الانسان يجب يعرفها الجهل تاع الانسان الجهل احنا كما عدنا نعرفو وظائف تاع الحيوانات ووظائف تاع الجسم الانسان قولنا هذا ربي يخلقها زيادة احنا يجب نعرفو حتى التوميس كان هنا واحد في جهاز المناعة انا عضو نعطي له توميس توميس هذا يضمحل بعد عامين هيا وقلش ساعة بيولوجية دي العلماء واش قال لك؟ قال لك هذا خلق زيادة في جسم الانسان وبعد عرفنا باللي هو اخطر غدة في جسم الانسان الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا نعم مفيدة دكتور تحدثنا على الانسان تحدثنا على الحيوان دكتور تحتو على النبات نحنا نعرفو ان الرياح لها ربما فائدة كبيرة لتلقيح النباتات إلى غير ذلك كيفش هتكون هو تكلم عليها الله سبحانه وتعالى لما قال الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا يعني تكلم على خلق الانسان والحيوان والنبات بارك الله فيك هذي كما قلت يجعل الرياح لها واقحة يجبنا نعرفو بلي كان بعض اللقاح هذا ليعقب 300 كم سبحان الله باش يلحق الشجر واحد اخرى بيلقحها يجبنا نعرفو بلي لو كان ما كانش الرياح تشوفوا بلي كان فصل في السنة في فبريه حتى الدخول تعماس وللحاجة كان ريح موسمية هذي كلا الرياح الموسمية ربما خلقها شعبتها خلقها باش تنقل اللقاح من الشجر إلى الشجرة كان لقينا حتى بعض الأوراق الأوراق في الحفظة التحق تقدر هي تعاود توجه الرياح باش اللقاح يلحق إلى العوض الأنثوي حتى هذك الورقة الوردة عندها كيف تستقبل اللقاح أعطى كل شيء خلقها بما هذا حتى الأصفور حتى النحل ربي سبحانه وتعالى كي جعلها تدخل داخل الورقة يلصق في رجلها وعلاش خاطر بتلقى راح يقتحها تدهي المبتخد تحها السكر لازم ترفض ذلك فشيش تحها إذا الدخول تحها راح يفرض عليها بدي اللقاح بالمدفق ولكن زي تعاود تدهي تلقى يعني ورده وحد دخلها أكبر من الشي نحن نحن بلي فرعون في المقبرة تع فرعون يعني البحوث اللي لقاوها المكتشفين لقاو بلي لقاو بذرات البذرة اللي تلقوا آلاف السنين وما تموتش عاود يخرجوها يطولها الرطوبة يطولها الماء ويطولها تعوت تحية ربما تعوت تحية والخلقة لقينا بلي بعض البذر تعطى ماطم اللي كانت مغروسة مع القبر تع فرعون عاود نمتت سبحان الله الذي أعطى كل شيء نخلقوه ثم هذا نشوفه في قصة تع سيدنا يوسف البذور نحن البذور اللي كان نحوها من السنبولة التحى ونحوها القشرة التحى ويش رح تصرها؟ رح تفسد خطو على ربي سبحانه تعالى في القشرة التحى وفي السنبولة التحى تبقى دائمين حية ويش رح تدير رح تحارب الفطريات وراح تحافظ على الأكسيج التحى وراح تحافظ على الرطوبة التحى وراح تحافظ على الحرارة التحى وعليش يكون أحسن طالقة تحت تخزين ذكرى عنا الفريقو عنا هذك ليسهلو بسها عمرهم ولا وهذه المعجزة المعجزات اللي جابه الى انبياء والرسول ربي سبحانه الله خبرها بها وعليش خلاها الناقصص بنا عطابره بنا عرفه بل يا ربي سبحانه وتعالى بد ما جمنا بالعلم احنا نبقى وضعاف فطرح للإنسان يحكمه شوية غرور يقول بلنا عرف كل شيء ولكن ولا يحط نبي شيء من علمه إذن هذه البذرة ربي سبحانه وتعالى خلقها لنا سكرها للإنسان وعطا لها المخزون التحى وعطا لها باللي ما تفسيش في فيطنيات حتى الفاكهة الفاكهة لو كان نشوفه قبل ما تنضج قبل ما تنضج يعطي لها وعليش بتحامي على نفسها ولا الخضر بعد نضج تحى يروح لها جاء السموك لو كان الإنسان يكلها قبل ما نضج تحى راح تدله أمراض اللي ممكن تكون مباشرة ممكن مع الوقت يتهلكوا الذي أعطى كل شيء نخلقه ثم هذا لو كان حكينا ثانية كما قلت لك في الحصة من الحصص حكينا على الشعر ربي سبحانه وتعالى تعالى الإنسان عنا ثلاث مئتين ألف شعره الشعر هذك عنده سبحان الله عنده وظائف جد مهمة عنده هذك الغدة تاعه اللي بهتمد بهت نفس عنده استقبل حتى المغناطيس عنده من الأعجب مكان إنه يتغذى يتغذى بلا دورة دموية قلنا احنا لو كان الإنسان يروح بها يحفف وتكون الدورة الدموية راح يحس بالشعور تاع الألم إذن إذا من الله نستيزبها ربي سبحانه وتعالى بما أنه على بله مادة لهاش الدورة الدموية العين تاع الإنسان جعل له ربي سبحانه وتعالى مادة المادة هذك لو كان الإنسان يروح القطب الجنوبة كن فتحها هذك الماء يجمد في عين الإنسان ولكن ربي سبحانه وتعالى دير المادة اللي بيخل باش العين تاع الإنسان ما تجمدش أعطى كل شيء انخلقه ثم هذا يجبنا نعرف بلي ثامن دائما في العين قعل أعضاء تاع جسم الإنسان تتغذى ثانيا كما قلنا بالدورة الدموية ولكن العين رب يعطى لها بتشوفي بلي البيضة تاعنا صافي لو كان ديرنا العروق تاع الحمورة مراحش يقدسين يشوف إذن طريقة تعتغذية تاع العين هي طريقة مختلفة قعل الطرق تعتغذية تاع الخانية تاع جسم الإنسان أكثر من الشي هذا هذك القطرات الدموة لان يشوفوا فيها مش دموة حاق نكيب تشوف فيها ملحابرك لا بما تخليش البكتيريا تنبت فيها خطر لو كان كانت بغيرش هذك الحموضة بغير هذك المكوينات ومركبة التحال الكيميائية رح يصرف فيها فطريات ورح يصرف فيها بكتيريا ورح ما تتحملش الضوء تاع السميشا ولا الضوء هذا تعلون بيع Nós سبحان الله إذن هذه الدموع ما نشوفو فيها هي دموع اللي ربي dua مش درسها ولكن ربي سبحانه وتعالى على كل شيء قادر ولا يحطنا بشي disciplinary نقول ان اكبر من الشي هذا ان الدموع اللي جيم البصل والدموع اللي جيم الفرحة والحزن والدموع اللي جيم الخشوع مختلفة وهذه الدراسات هذه الدموع هي الدموع اللي جيم الخشوع إنسان كانت القرآن tier فاضط عيناه بين الدمع هذك الدموع ما راح تخرج غير من العين ولكن راح تدير راحة للمختاع الإنسان بلا ما يحسها إذن حتى دموع كيكون المصدر تتاحها بختلف راح تختلف أعطى كل شيء خلقه ثم هذا أما بالنسبة للنيف كيف كيف بالنسبة للنيف حنا باتشوفوا باللي هي باش تحافظ على كيما قلوحنا لفلور قائم بكتيريا وعندنا ديري سيبتور على مستقبلات في الإنسان كيكثرة من المستقبل كيكثرة من المياه مستقبل النوع وكل مستقبل عنده آلاف من النوع تتاعه يعني مستقبل المستقبل عنده علاقة مع كل عظم جسم الإنسان كل مستقبل يقدير يشملنا رائحة مختلفة اللي مش يمليحة يهر منها لقلب الإنسان وعلاش خطر رب سبحانه وتعود له اللي مليحة واللي مش يمليحة الطيب سبحان الله من الرزق حتى أنه نعرف وإحنا محمد عليه الصلاة والسلام كان لا يرجع يعني طيبا حتى في الريحة تعلورد مش كما الريحة تعلف فضلت ولهذا رب سبحانه وتعالى هذه المستقبلات اللي أعطى كل شيء خطوة باش الإنسان يعرف طيبا من الأكل يعني حتى لو كان الإنسان ما يعرفش حتى لو كان الإنسان نعمة يعرف باللي هذه رب سبحانه وتعالى دلها الرائحة كاريها مش صلحة له والرائحة طيبة مليحة له حتى كان علم هو علم تعلب أخر نحن المسلمين الحمد لله في رمضان نستعملوا شي هذا في المساجد تعالى وفي بيوت تعالى بدأت ننقص هذه وإنما هي راحة نفسية راحة روحية وهو علاج لكثير من الأمراض إذن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هلا وربي سبحانه وتعالى دقتها بدأت خلق مليارات على المخلوقات وكل واحد ربي سبحانه وتعالى عنده الوظيفة تاعه وعطاله وظيفة تاعه وعطاله مشت وظيفة عنده دور في التوازن البيولوجي انتح هذا قاعدك للكرة الأرضية وهذا التوازن خلقه ربي سبحانه وتعالى تكريم لبني آدم سخروا له نعم هذه الأية الكريمة عرفت بأمرين همين عرفت بوجوده وبعظم وجوده سبحانك ربي إذن دكتورنا الفاضل شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة جزاك الله كل خير وللحديث بقية عن الأسرار القرآنية أما أنتم أيها الأحبة تقبلوا تحياة المخرج والفرقة التقنية صحف طركم والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروط وفي الغروب نوره يهدي العصار ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروط وفي الغروب نوره يهدي العصار ربنا الهاتف